تحل اليوم ذكرى مرور مائة عام على أول بث إذاعي مباشر والذي يوافق الثالث عشر من فبراير هذا ويحتفل العالم باليوم العالمي للإذاعة تأكيداً على أن الإذاعة ما زالت مصدراً للإعلام والطرفيه احتفال عالمي متجدد باليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق الثالث عشر من فبراير من كل عام احتفال هذا العام يأتي تزامناً مع مرور مائة عام على أول بث إذاعي مباشر عبر الأثير ويأتي تأكيداً على أن الإذاعة ما زالت مصدراً للإعلام والطرفيه من الصف الأول رغم التأثير المتزايد للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعية التقديرات تشير إلى أن عدد مستمعي الإذاعة تخطى أربعة مليارات شخص منظمة اليونسكو قالت أن الإذاعة منذ بدايتها في أواخر القرن التاسع عشر ما زالت الرفيق الدائم الذي يجمع العالم حول لحظات قوية ومشاعر مشتركة الإذاعة أثبتت دائماً أنها الوسيلة الإعلامية التي تتفوق على سائر الوسائل الأخرى من حيث الشمول وسهولة المنال وخاصة في أوقات الأزمات وتولي الأمم المتحدة اهتماماً خاصاً بالإذاعة وتستخدمها في بعثاتها لنشر المعلومات الموثوقة والتوعية وتمكين السكان وللتأكيد على الأهمية الكبيرة للإذاعة قالت اليونسكو إن أهمية الإذاعة تنبع من أنها الوسيلة الإعلامية التي تصل إلى أي مكان يتعذر على الوسائل الأخرى الوصول إليه ففي عام 2023 لم ينتفع ثلث سكان العالم بالاتصال اللائق بشبكة الإنترنت وارتفعت النسبة إلى نصف سكان المناطق الريفية وتظل الإذاعة محافظة على بريقها وسط الوسائل والوسائط الإعلامية المختلفة ومصدراً موثوقاً للمعلومة والخبر اشتركوا في القناة